أوليلي فصل الصيف هل فعلاً النشاط فيه بيبقى أقل؟ لا هو العكس بيبقى في الصيف بيبقى النشاط أكتر من الشتاء كمية بيبقى معنا العكس لكن احنا في الصيف معظم الناس بتبقى عشان درجة الحراب تبقى مرتفعة شوية فده بيخلي الناس عندنا بتبقى مش كلها عايزة تنزل جميعاً بتبقى مش كلها قادرة تلعب رياضة بس فان احنا نتغلب على دهاز زي ده احنا نقوله دلوقتي نعمل ايه؟ هو أول حاجة دايماً بنصح ان لا ان احنا ما نوقفش رياضة عمتاً في كل فصل السنة سواء كانت صيف أو شتاء بس في الصيف بيعمل ايه؟ عشان الناس اللي بتشتكي ان انا درجة الحراب تبقى صعبة شوية مش قادرة ان انا انزل مثلاً لو هعمل ورماب مثلاً فانا بعرق قوي فبتعب من كده بالذات الناس كمان اللي هي مثلاً بتبقى عندها مريض الضغط عالي مريض الضغط يعني سكر الكلام ده كله بيأثر شوية طيب اعمل ايه؟ او هتغلب ازاي على ده والناس برو تقول لي ما عنداش وقت معظم الناس بتيجي تقول لي انا ما عنديش وقت ان انا من الصبح مثلاً انها تنجلي ايه؟ اه بالظبط طيب اعمل ايه؟ اختار اول حاجة اقرب جيم البيتي يعني مش لازم اختار ما كان يكون بعيد شوية تمام؟ هعمل ايه فصل الصيف اكتر من الشتاء؟ ان انا في الشتاء عندي مثلاً انا باخد وقت تمرين ماكسم مثلاً من خمسة واربعين دقيقة لستين يعني ساعة ده وقت التمرين المسائلي بتاعي مقدرش هزود عن كده طيب في الشتاء مثلاً انا بعمل ايه؟ بابتدي ان انا اعمل ويرموب قبل التمرين بيكون وقت اطول شوية تمام؟ باخد مثلاً من الخمستاشر لعشرين دقيقة مثلاً تسخين قبل التمرين هو الويرموب بتاعي في الصيف اعمل العكس في الصيف يا قريدي بتبقى درجة حرارة الجو يعني مرتفعة فدرجة حرارة الجسم هترتفع معي اسرع فعشان انا ما تعبش نفسي او ما جيتش نفسي مش ان انا هقلل شدة التمرين لكن هقلل وقت التمرين بتاعي ده يفرق معي كتير يعني لو انا مثلاً بعمل ويرموب قبل التمرين تلت ساعة مسا عشرين دقيقة هخليها عشر دقيقة بس تمام؟ هبتدي ان انا ازود الاوزين لكن هقلل التكرارات بتاعتي يعني هياخد مثلاً المجموعات بتاعتي بتبقى اقل شوية من الشتاء وما انا كده بستسلم للنظرية ان الشتاء ان الصف فعلاً انا يعني الاجهاد الحاري فى ببقى اغلى مفروض نحنا درجة حرارة الجسم تتفع بسرعة مش الاجهاد بيبقى درجة الحرارة الجسم تتفع بسرعة عشان اتغلب لدى طب الكالوريز بتتحرق أسرع في إيه؟ في الصيف في الصيف طبعاً أكيد في الصيف لكن إحنا عشان أتغلب على حتة أن أنا الإجهاد الجسمي أو أن أنا بحاس أن أنا يعني بتعب بسرعة أثناء التمرين فلازم أني أنا أكون بيع بشرة بسوائل كويس أوي أهتم بالمياه كويس أوي أثناء التمرين أهتم بالسوائل بتاعتي أن أنا أخذ أعصائر مثلاً بس طبعاً مش في التمرين يعني في الجنرال يعني أخذ أعصائر ما تبقاش فيها الحاجات المصنعة اللي هو السكر أهتم بالكلام نشوي